الخبر اولي عادنا عن موفلوكز و نارين بيوتي وتسريب صورة خطيرة الهم بحث نارين بيوتي و من موفلوكز التقوية بعض من جديد فيما يعرفين اللي صاير بالبداية نارين بيوتي نزلت على سبب الانستجرام هذا السوري واللي تشارت بيه بأحد المطاعم وياها شيرين بيوتي و سيدرا بيوتي ركزوا لعلى الملابسهم اللي واحدة اللي لونها أخضر والثاني اللي لونها أسود و نارين بيوتي اللي لتشارت الأبسالون أبيض أوكيي شنو يعني فواحد من المتابعين من مملكة القصصص صرب لي أحد الصور إليا كانوا إياهم بنفس هذا المطعم وهذا الصور هي حظائب لحث نصدمون أن رح تشوفوها فشان بيها نارين بيوتي و أيامها قاعد موفلوك وبنفس الوقت طمع لو تلاحظون إنه سيدرا بيوتي تشارت لابسه باللون الأسود وشترين بيوتي تشارت لابسه باللون الأخضر اللي هي نفس الصور اللي كان واضح ونفس القاعدة مالتهم بالضبط و نفس المطعم بالضبط و صراحة هذا الشي صادم إنه ليش أساساً نارين بيوتي بمصورة موفلوك رغم أن هو إساس أن كان قاعد وياها ولا حتى وضحت للناس إن هو كان قاعد وياها بنصر مطعم صراحة السألات غريبة طبعا سارتيوب نزلت مقطع على قناة باليوتيوب رح تسقم الرابط و وصفت منه من كل رح تشوفو في المقطع كيش تبب بها حقيقة لشي يوم موفلوك حالياً نارين بيوتي ما قاعد من يصوروني ببعض وبهذه الفترة وصراحة إن سبب كل شي صادم إنه رح ينزل مقطع جديد ويا قمر مار على قناة الثاني الساعة بالأربعة طبعا المقطع ناري أحطكم لسؤالات حبل نشفك كامل يو جلدين وأخيراً خلصت لكم منتاج فيديو اليوم على الساعة الأربعة خليكم تشاهدين فيديو أنوق مار على قناة الثانية اليوم الساعة الأربعة أما اليوتيوبر الثالي عادنا فهو سامتيكي فو سامتيكي ننزع لسبب الإنستجرام شفيت استوريات وبهذه الاستوريات قاعد يعلم يخله إنه رح ينزل مقطع يوم مستبد وبهذا المقطع رح يكون عبارة عن مقلب ماريانا وصراع واضح عن مقطع كيشناري فكتبوا نحبه بالكومنتات المقطع من 150 أكثر الخبار الثالث اللي عادنا عن المتابعين وكشفهم حققة أنس وأصالة ووقفوهم لكلمة فلسطين من الكومنتات اللي عادهم الصراحة دل موضوع جدا صادم هم مخافي من القناة الأجنبية مرغم من وقالاتهم العربي هم ما سموا مقطع عن فلسطين ولكن صراحة تشايف إنه غلط إنه يخفون هذه الكلمة مقاتب إجنبية لأني ممكن يجون المتابعين أجانب ولكن لو شاهدوا في الكومنتات بها فلسطين ممكن هذا الشيء إنه يشجع على حملة اللي قاعد يسوي حلين اليوتيوبر مادر صراحة شوية استغلبت من موضوع وماادروا شين سبب بضبطه ما خافين هذه الكلمة أكل بسمي دليل إنه ندخلها على مقطع نزل ونزل بها تعلقاته ونكتب فلسطين الخبر الرابع اللي عادنا عن توبزو بوصل القناته باليوتيوب للستة مليون مشترك فإن شاء الله ألف مبروك وعقبال العشرة مليون يا رب وطبع للتنسون يا حبايب نتباركوا لها بالكومنتات على هذا الإنجاز وبوصل لحبايب إنه وصلت المقطع للتنسون مقطع سارة بالوصفة أتمنى من الكل اللي رحشوف المقطع ونحاول نوصل سارة مئة ألف مشترك كل يوم الصراحة إن لو رحنا فعلياً أو قلتوا حالياً مئة ألف أخذ الشي حشف المقطع لو فعلياً رحنا القناة سارة مئة ألف واشتركنا عدها رح يكون هذا الشي خرافي وإذا سوينا هذا الشي ممكن أطلع وجهي بالفيديو الجاي والله إذا وصلنا مئة ألف قناة سارة بنفس اليوم والله رح طلع وجهي